بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه من الأمور التي بها يدخل الإنسان إلى الجنة ومن الأمور التي بها يكون العبد قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الأمور التي يظن بعض الناس أنها ليست من الدين وأن الدين مجرد عبادات وفقط وأن الدين مجرد أن أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وانتهى الحال والدين ليس كذلك الدين هذا عبادة ومعاملة ومن المعاملة حسن الخلق وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس للجنة فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق فهو من الأمور التي بها تلقى الله سبحانه وتعالى وتدخل الجنة بسببها إن كنت محسنا كذلك في عبادتك فحسن الخلق قدوتنا وأسوتنا فيه هو سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله سبحانه وتعالى في قرآنه فقال وإنك لعلى خلق عظيم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس وأكرم الناس وأعدل الناس وأجمل الناس صلى الله عليه وسلم فنفعل مثل ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق هذا به تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا يعني الإنسان إذا حسن خلقه بذلك يكون قريبا من النبي صلى الله وسلم وهذا طبيعي إنك تكون قريبا مع أكمل الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم لما تفعل مثل ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق هذا من الأمور التي تدرك بها ثواب العبادة بل تزيد عليها النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ذلك ويقول عليه الصلاة والسلام إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم والإنسان الذي يسيء الخلق ويسيء في معاملة غيره من الناس بهذا السوء وبهذا الأمر الذي يفعله من أذن ومن شر به قد يذهب الله سبحانه وتعالى عنه أثر عبادته وطاعته ولذلك امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله فلان صوام قوام يعني كثيرة الصلاة وكثيرة الصيام قيل له لكنها تؤذي جيرانها بلسانها قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار وعبادته هذه لم تجد لها أثرا بسبب سوء خلقها وبسبب ما كانت تفعله من أذن ومن شر لذلك من الأقوال المشهورة والمأثورة على ألسنة كثير من الناس الدين المعاملة وفعلا الدين المعاملة دين المعاملة ليست بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناها صحيح فالدين نعم كله معاملة إما معاملة مع الله سبحانه وتعالى في أمور العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحو ذلك وإما من المعاملة مع الناس التي بها قد تسيء إليهم وقد تحسن إليهم وإحسانك إلى الناس دليل على أنك من المحسنين لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى أكون محسنا أريد أن أعرف ما علامة أني من المحسنين وما علامة إحساني قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلجيرانك فإن قالوا أحسنت فأنت محسن وإن قالوا أسأت فأنت مسيء هذا الأمر وتلك العبادة حسن الخلق ومعاملة الناس بصورة طيبة هي أثر العبادات والطاعات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يعني الصلاة التي تصليها هذه ثمرتها في معاملتك وفي حياتك أنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقس على ذلك كل العبادات وكل الطاعات تؤثر في معاملتك وتؤثر في أخلاقك مع الناس وإن لم تؤثر عبادتك في أخلاقك فاعلم أنك تؤديها بصورة كما ليست كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق هذا قال عنه الإمام بن القيم عليه رحمة الله الدين كله خلق كريم فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين يعني من الدين إنك تتعامل مع الناس بأخلاق طيبة من الدين إنك تتعامل مع الناس برفق وبإحسان إليهم من الدين إنك تتعامل مع الناس برحمة وبلطف وبأدب وبتوقير واحترام وتعظيم لعموم الناس أي أن كان هؤلاء الناس سواء تعرفهم أو لا تعرفهم من الدين إنك تحترم الكبير وتوكل الكبير من الدين إنك ترحم الصغير كل تلك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأخلاق إنك تضعها في موضعها وأحسن موضع لهذه الأخلاق أن تظهر عليك في معاملتك مع أهلك هم أولى الناس أن يروا منك حسن معاملتك هم أحسن الناس أن يروا منك حسن خلقك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي تعامل مع الناس بأدب وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فإن في ذلك الفوز وإن في ذلك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وغير ذلك عاقبته نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكتبها علينا فإن قوما من الناس يأتون يوم القيامة ويذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا يعني بعدا بعدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون من هؤلاء وأن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقتنا اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته